الخلايا الجذعية والميكروبات المعوية والتيلوميرات مصطلحات طبية تدخل الآن في صلب أحاديث العلماء لتحقيق الحلم الذي يصب إليه الكثيرون محاربة الأمراض من أجل إطالة العمر وتأخير الشيخوخة ومع أن التقدم في العمر حسب رأي باحثين يعتبر أكبر خطر يواجه الإنسان لأنه سبب رئيسي للوفاة في الدول المتقدمة إلا أن كثيرا من العلماء في المقابل يرون أن الأبحاث البيولوجية يجب أن تولي اهتماما كبيرا على العلاقة بين المرض والشيخوخة وما يترتب عليها من آثار مجموعة دراسات علمية وطبية وعلى مدار سنوات كثيرة نشرتها مجلة العلوم تظهر أن التحكم بآلية عمل الخلايا نفسها قد يلعب دورا كبيرا مستقبلا في مكافحة أمراض الشيخوخة مستقبل يتفائل كثيرون بخلوه من الأمراض المستعصية كالزهايمر وباركنسون والسرطان الميكروبات المعاوية المفيدة لإنجاز عملية الهضم ربما تكون أحد أسرار محاربة الشيخوخة فمن خلال تغيير تركيبتها وجد العلماء أنها قد تؤثر على الوظيفة الإدراكية والنسيج العضلي للإنسان وهي أعراض واضحة لدى كبار السن أمر آخر يدخل في تفاصيل الحمض النووي للإنسان التيلوميرات وهي تركيبات أساسية تضمن بقاء الخلايا وتحميها من التدهور ويرى فيها العلماء جانبا مشرقا في مكافحة الأمراض خاصة مع ارتباطها بأنزيم معين يحاولون الحفاظ على مستوياته بطريقة طبيعية إبعادا لشبح الشيخوخة أما الخلايا الجذعية المستقبل العلمي والطبي فهي الركيزة الأساسية التي يعول عليها العلماء عبر أبحاث أتت ثمارها اليوم على شكل نجاحات في مختلف مجالات الأمراض بدءا من فقدان العمل التدريجي وانتهاءا بالسكر الذي يمثل مشكلة صحية عالمية تكلف كل عام ملايين الأرواح وينضم إلينا من بيروت الأختصاصي في طب مكافحة الشيخوخة الدكتور جيلبير بورجيلي أهلا بك دكتور معنا في سكاي نيوز عربية وكأن كما سمعنا في التقرير الأبحاث الطبية تبشر بحل الغاز أمراض كثيرة ما هي هذه الأمراض نعم أهلا فيك وصباح الخير للمشاهدين هلأ في دراسات كثير عم تنعمل بموضوع مكافحة الشيخوخة وأبرزها يلي قلتوها هلأ بالتقرير يلي هي الخلايا الجزعية التيلومير الميتوكوندريا بقلب الخلايا يعني هلأ الدراسات كلها عم تتركز على الخلايا لأنها هي الشيخوخة بتبدأ من الخلايا وبتخلص بالخلايا يعني هي الخلية عم بتموت وموت الخلايا هو اللي عم بيقدّ لشيخوخة أو لشيخوخة مبكرة مشان هيكي أوقت يمكن في شخص عمره 40 سنة بيبين عمره 60 سنة أو شخص عمره 40 سنة بيبين عمره 20 شو الفرق بين هؤ الشخصين كل واحد عنده أنزيمات مختلفة بجسمه عنده البيئة الحاضنة لها الخلايا هذه كتير مهمة لأنه حسب الدراسات برهن أنه 50% من موضوع الشيخو خويراتي و50% هو بيئة يعني هنا أهمية الأكل الصحي نظام الحياة نمط الحياة النوم الرياضة سنتحدث عن هذه النقاط بالتفصيل دكتور ولكن أريد أن أتوقف عند النقاط العلمية التي ذكرناها في التقرير تحدثنا عن التقرير أشارة إلى دور الميكروبات المعاوية في مكافحة الأمراض ومكافحة الشيخو خوخة ما أهمية هذا الدور؟ أكيد الميكروبات المعاوية هي كتير مهمة لأن هذه الميكروبات تساعد على الهضم ومساعدة الهضم العلاقة بامتصاص الفيتامينات والمعادن يعني إذا كانت هذه الميكروبات نقصة بالجسم رح يكون فيه نقص بالمعادن والبيتامينات الأساسية لحتى الدور الخلية يكون طبيعي وكتير مهم كمان نسبة هالميكروبات بالجسم ونوعيتها يعني فيه ميكروبات حميدة وفيه ميكروبات غير حميدة والمشكلة وين؟ المشكلة بتصير لما يصير فيه نقص خلل بالميكروبات الحميدة نقص بالميكروبات الحميدة وزيادة بارتفاع بالميكروبات الغير حميدة اللي بتسيطر على الجهاز الهضمي وهالشي بيحصل نتيجة هالموضوع هيدا بيصير فيه توسع بالجهاز الهضمي اللي عم بيمتص بالمعدي بيصير فيه بتدخل السموم على داخل الجسم يعني هيدا المكربات المفيدة هي عم تكون جدار مانع مشان ما يصير فيه إدخال للسموم داخل الجسم أو ما يصير فيه إدخال للمعادن المسمة لداخل الجسم ولا يصير فيه هضم بشكل جدي وما يصير فيه نقص بالفيتامينات والمعادن الأساسية لمكافحة الشيخ طيب دكتور هذه المكربات عندما نتحدث عن هذه المكربات الحميدة التي تتحدثت عنها هل ممكن أن تخرج خارج الجهاز الهضمي وفي حال حدث ذلك هل ممكن أن تتحول إلى خطر أكيد الوضع اللي بيسير لما تخرج داخل الجهاز الهضمي وتفوت داخل الجسم بتروح على الأنسجة على الأعضاء الداخلية تبع الجسم وبتسبب مشاكل بقلب هالأعضاء هايدي لأنه ما مفروض تكون موجودة بالأعضاء بالأعضاء هايدي مفروض تكون موجودة بالجهاز الهضمي بس لسوق الحظ مع توسع الشبك الممتص داخل المعدي هالتوسع هايدي بيخلي هالبكتيريا هايدي تدخل داخل الجسم مش بس البكتيريا تدخل السموم يلي ما مفروض تكون داخل الجسم كمان عم تدخل داخل الجسم وعم بيصير فيه التهاب يعني هلأ تعريف الشيخوخة هو يعني الالتهاب داخل الجسم هو اللي عم بيؤدي للشيخوخة إن كان هالالتهاب من أكل السكريات من هالبكتيريا المفيدة يلي مفيدة داخل الجهاز الهضمي بس لما عم تدخل داخل الجسم عم بتساوي التهاب بالجسم هالالتهاب عم تنتج عنه شيخوخة وشيخوخها مبكرة وعن بتأثر على أعضاء الجسم كيف دكتور ذكرنا في التقرير شيء يعرف بالتيلوميرات ربما القليل يعرفون ماذا هي التيلوميرات ما المقصود بها وكيف نحافظ عليها نعم نعم هلأ الخلايا بجسم الإنسان كلما الخلايا تكبر بالسن بيصير هالتيلوميري اللي هو بقلب الكروموزوم تبع الخلايا بيصغر بالطول كلما يصغر بالطول بيصير فيه شيخوخة مبكرة وبيصير هايدي الخلية هايدي اللي عم بيصغر التيلومير بقلبها بتصير عرضها للموت الوضع اللي بيصير انه مكافحة الشيخوخة والدراسات هلأ كلها عم تتركز حاول انه نخلي هالتيلومير هيدا ما يقصر عبر انزيم اسمها تيلوميريز هايدي الانزيم هايدي موجودة طبيعيا بجسم الإنسان وبتخلي هالتيلومير هايدي ما يصغر حجمه لما ما يصغر حجمه بتعيش الخلية أكتر وبالإنسان كمان بعيش أكتر نعم بس الخطورة وين بموضوع التيلوميرز والدراسات كلها هو موضوع السرطان يعني الخلايا السرطانية بيكون عندها هالأنزيم كمان مرتفع الدراسات كلها اللي عم ترتكز هلأ انه ينعطى الأنزيم التيلوميريز أوقات عم تصطدم بالحيط اللي أنه معقولة هالخلايا هاي تتحول لخلايا سرطانية بقى مهم كتير أنه الجرعة التيلوميريز تنعطى الجرعة تكون كتير مناسبة ما ينعطى زيادة ولا أقل لأنه زيادة التيلوميريز عم تأثر على يعني بيصير فيه سرطان بالخلايا وأكيد منه هيدا هدف مكافعة الشيخوخة وموضوع كتير مهم أنه هالأنزيمات هيدا التيلوميريز كمان بتكتر بجسم الأشخاص يلي بيتبعوا نظام غذائي صحي اللي بيتبعوا الرياضة هنا السؤال دكتور الأهم كيف يمكن أن نحافظ على الشيخوخة يعني أن لا نشيخة مبكرا وكيف يمكن أن نحافظ على هذه الأنزيمات التي تحدثت عنها وعلى الخلايا التي تحدثت عنها أيضا نعم هلأ المكافحة الشيخوخة دائما أول نقطة بمكافحة الشيخوخة هو النظام الغذائي تاني نقطة هي أسلوب الحياة ونمط الحياة وتالت شيء آخر شيء بيجي المكملات أو الأدوية مثل التيلوميريز يلي هلأ العالماء عم بيتحدثوا عنها أو الخلايا الجزعية أو البكتيريا المفيدة بالجسم هذه أكيد مهمة بس مستحيل المريض يكون عم بياخد هالأدوية هيدي ويكون هو نظام حياته مش صحي لأنه ما منكون نستفدنا شيء حتى الدراسات أثبتت أنه عند الأشخاص يلي بياخدوا التيلوميريز الأنزيم يلي طبعا مكافحة الشيخوخة وما عم بيلتزموا بنظام صحي بالأكل أو بالرياضة أو تخفيف الضغط النفسي أو النوم الصحي بيصير بالعكس عندهم عرضة أكتر لتحول هالخلايا هايدي لخلايا خبيثة أو لأمراض سرطانية مشان هيك مكافحة الشيخوخة ما أنه بس دواء هو نظام حياته وطريقة عيش كتير مهم هالموضوع هيدا بالإضافة للأدوية اللي البياحسين عم يجربوا يكتشفوه مشان هيك ما بدنا نروح على الاكتشافات هيدا دعان ويكون النظام غير صحي اللي عم نتبعه شكرا لك كنت معنا من بيروت الأختصاصي في طب مكافحة الشيخوخة الدكتور جيلبار برجيلي شكرا جزيلا لك